اشتركوا في القناة لا يعلم تحديدا لموطنه منها وتهامة من المندب إلى العقبة وكل شاطئ البحر الأحمر تهامة لكنني حددت مكانه حيث شهرة المواطن إنه علي بن محمد بن نهد التهامي أبو الحسن ولد نحوا من سنة 362 للهجرة الموافق نحو 971 للميلاد شاعر مؤثر بليغ مؤلف سياسي رحل إلى الشام ثم إلى العراق فولي الخطابة في جامع الرمل ببغداد ثم دخل مصر متخفيا كونه يمارس عملا سياسيا بحمل رسالة سرية إلى مجموعة بلدة بني قرة في مصر تحثهم على التمرد والخروج على طاعة الفاطنيين حكام مصر يوم ذاك ولكن عيون الدولة الفاطنية عرفوا بالأمر فألقت عليه القبل وسجنته في دار يسمى دار البنود وهو سجن في جبر المقطم يحبس فيه من يراد قتله وفيه قتل شاعر حكيم ما زالت أشعاره حكما تحفظ في الحوادث وعرف من مؤلفاته ذيوان التهامي شعر طبع بمطبعة الأهرام بالأسكندرية سنة 1893 ميلادية كما صدر بتحقيق محمد عبد الرحمن الربيع في معان مكتبة المعارف في الرياض سنة 1982 الميلاد ومنه أشقى قصيدة وحكم في رثاء ولد له صغير يقول فيها حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري حتى قال لابنه الراحل جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره وعن حاسده يقول إني لأرحم حاسدية لحر ما ضمت صدورهم من الأوغار نظروا صنيع الله به فعيونهم في جنة وقلوبهم في ناري ويقول في الغزل قلت لخلي وثغور الربا مبتسمات وثغور الملاح أيهما أحلى ترى منظرا فقال لا أعلم كل أقاح والأقاح مسمى زهر أبيض جميل ومما قاله وهو في سجنه بمصر في جبل المقطم كأنه حلم بها في نومه وهو في السجن فقال طرقت خيالا بعد طول صدودها وأتت إليه السجن ليلة عيدها أنه اهتدت لتيه من شأها ولا سبح المقطم من مجر برودها أسرت إليه من وراء تهامة وجفاه دان الدار غير بعيدها مستوطنا دار البنود وقلبه للرعب يخفق مثل خفق بنودها دار تحط به المنون سنونها فتروح والمهجات كل صيودها وأعدم هذا الشاعر الكبير علي التهامي رحمه الله في سجنه في المقطم من مصر في القاهرة في اليوم التاسع من الشهر الخامس سنة أربعمائة وستة عشر للهجرة التي توافق اليوم التاسع من شهر سبعة سنة ألف وخمسة وعشرين للميلاد ومن مراقع لهذا العلام الأعلام ووفيات الأعيان وقام عبا مطرف رحمه الله جميعا وإلى لقاء مع علم آخر من منصوعة علام اليمن ومؤلفين موسيقى